برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك استضاف هذا الأسبوع عضو هيئة مركز التعايش الديني الدكتور حمدي مراد الذي دعا في حديثه قادة وسياسي العالمي إلى السعي لسعادة الإنسان والارتقاء بالشعوب لأن تنعم بالسكينة والاستقرار في أجواء مفعمة بالمحبة والوئام خطابنا باتجاه الساس الكبار الذين يحملون أكبر المسؤوليات في العالم انزلاق أحدهم هو انزلاق للعالم كله وخطأ أحدهم قد يشكل حربا كونية ثالثة أو شبه ذلك ولذلك نحن توجهنا إليهم بالدعاء أن يكون الله معهم لتسديد خطاهم على الطريق الصحيح وليس الإنجراف والانزلاق نحو سطحيات تشكل أزمات خطيرة وتحرك مكام تثير عصبيات خطيرة نحن حتى القرون الوسطى إذا استذكرناها نجد أن أوروبا غرقت نتيجة الفعل وردة الفعل من قبل حمقى حملوا لواء الدين بشكل خاطئ وعاشت أوروبا ظلاما وظلما أمام هذا الواقع لا نريد ونحن في القرن الحادي والعشرين ثقافة وعلم ووعي وتقدم صناعي وتقدم فكري وتقدم تكنولوجي أن يسيطر علينا الشيطان بكل بساطة أن نستعمل هذه التكنولوجيا النعمة وهذه القدرات بدل أن تكون على تصنيع السلاح للتنافس على من يبقى ومن يزول أن يكون سلاح الإيمان والمحبة والوئام وأن يعيش الناس فقراء ليصبحوا أغنياء والأغنياء ليضفوا أيديهم البيضاء على الفقراء والعلماء ورجال الدين أن ينطلقوا يدا واحدة مؤمنين بالله متوكلين عليه وهم يقدمون هذا النموذج الرباني الإنساني لسعادة الإنسان نحن أمامنا رسالة مقدسة سماوية بكل معتقداتنا نحن المسلمين والمسيحيين ومن يلحق بهذا الفهم الرباني وقواسمنا المشتركة أعظم من أن تفكك أي آصر من أواصرنا الإيمانية والإنسانية ولذلك نحن الآن في مرحلة تحتاج منا صوتا مشتركا وقلبا خفاقا بالمحبة والمودة ونترك الأمر كما قال الله تعالى في الإجتهادات النسبية الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي أن الآية هنا توحي إلى أننا يجب أن نبقى على الخط معا وأن نترك أمر الحكم في الخلاف لمن هو صح أو خطأ لله يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر